أهلا بكم بلغ مسامع جبهة النصرة أن الأمن العام اللبناني سلم عشرة سوريين للنظام حذرت النصرة من أن هذه الصفقة سيكون لها انعكاساتها على الأمن العام ومديره رد الأمن العام ببيان من جملتين نفي لترحيل عدد من الرعاية السوريين عبر الحدود ونفي آخر لشائعات حول استهداف موكب اللواء عباس إبراهيم في ترابلس ووضع هذه الأخبار في سياق حملة تستادف الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والأمنية إلى هنا جرى تبادل الرسائل ورمى اللواء إبراهيم بأولى أوراق القوة لم ينفي التسليم ولم يؤكد بل تحدث عن عدم ترحيل رعاية عند الحدود وترك النصر على قلقها وإن كانت تمسك اللبنانين من اليد العسكرية التي توجعهم هو بداية التفاوض عن بعد من موقع قوة لبنانية تستخدم أول مرة وتدفع الخاطفين إلى زيادة وتيرة التهديد فالملف معاد جامدا بعدما جرت الأوراق في عروقه على أن تظهر بوادر هذا المسار بعد عيد الأطحى ووفقا للمعلومات فإن الأمور تتحرك وليكون من بينها إخلاء وسبيل أي من الإسلاميين الخطرين في السجون اللبنانية وتقول مصادر وزارية مواكبة لهذا الملف أن الموفد القطري السوري الجنسي موجود حاليا في بيروت وإننا الآن في مرحلة الاستماع إلى مطالب الخاطفين لكن العفو الخاص سوف يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية وهذا غير متوافر حاليا وإلى توقيع 24 وزيرا وهو بالأمر الصعب وتوضح المصادر أن الخاطفين يطلبون موقوفين من مختلف الجنسيات العربية والغربية وهو ما سيشكل اضطرابا في العلاقة بدول المنشأ المقايدة ومستواها سيقررهما مجلس الوزراء الخميس وإلى حينه فإن اعتصام ذوي المخطوفين متواصل لم يثنه برد ولا تبد الريح مناخه واحد ومطلبه عودة الأمناء ومن التفاوض إلى المقايدة فالتبادل والتسوية وتحرك الحكومة من تركيا إلى قطر من المفادين إلى أبو طقي وهيئة العلماء تعددت وسائل الضغط لكن المطلوبة واحد تسليح الجيش فكل ما ورد أعلاه وما سيرد أدناه وبين جنباته لم يؤدي إلى الحسم وقد أقنعنا أنفسنا أن الخاطفين قد أصابتهم الرأف بنا وليذبحوا مجددا أي من العسكريين من قتل ثلاثا لا يعول على رحمته وحتى يسحب الملف من الدول والأفراد عليه أن يوضع بيد العسكر والعسكر يحتاج إلى أدوات للمعركة ترجمة نانسي قنقر